تابعنا العديد من الشباب الآن يصلون بالمواطنين خلال شهر الفضيل كيف يتم اختيار هذا ليصلي بالمواطنين؟ هو عادة التقليد الساري هو أن الإمام هو الذي يصلي بالمصلين لكن دخلت لمسة فنية في مساجدنا ونحن نحبذها وعن من الذين يبحثون عن الإمام الجيد حتى أذهب ليصلي عنده التراويح أصبحت عادة الآن أصبحت عادة ومحبذة النبي عليه الصلاة والسلام كان يختار من صحابته من يرتل له القرآن حتى يتذوقه وحتى يستحضر معانيه وهذا طبيعي وشرعي المصلون الآن أصبحوا يشترطون الصوت الحسن الأداء الحسن والتجويد ولذلك أصبح بعض الأيام يوافقون مصليهم وهذا شيء جميل ويأتون بمتطوعين نحن اشترطنا فقط في المتطوع أن يكون فعلا حافظا لكتاب الله تعالى لا نريد من المتطوع وإن حسن صوته أن يفتح المصحف بين يديه وأن يتلوه من المصحف يمكن له أن يفعل ذلك؟ لا نحن لا نريد أن يحصل لهذا لأن هذا سوف يسقط معنا القرآن الكريم على الخلاف الفقهي كان الشيخ يتكلم عن المذهب المالكي على الخلاف الفقهي الموجود في الموضوع وأما الذين يحفظون كتاب الله تعالى ويحسنون تجويده وهم في الغالب عندنا هم الذين تخرجوا من مشتلة أسبوع القرآن الكريم والجائزة الدولية وتاج القرآن هؤلاء الآن مطلوبون طلبت معهد القراءات هذا مطلوبون بقوة وهم يأمون في مساجدنا ويجيدون التلاوة والترتيل ويستفدون من كرم المصلين وهذا هو الجو الذي عبرت لك في البداية عنه وهو مصالحة الجزائرين مع تديونهم أنا ألاحظ هذه الأيام حركات شبابية تنظف المسجد وتعطره والإدارة المحلية التي استجابت لكثير من الأيام في إعادة الطلاء للمساجد والحالة التضامنية هذا الجو والجو الروحي في المسجد وفي رمضان وإظهار الجزائر بأنها بلاد الإسلام نعم